السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوع الليلة هو حول تحول النساء الغربيات الى الاسلام ظاهرة استرعت انتباه الكثير من الملاحظين في العالم الغربي انه في زمن الكورونا وفي زمن الازمات الاقتصادية والاجتماعية نوحظ بان موجة اعتناق الدين الاسلامي في العالم الغربي تسير في مد متصاعد هذا ما جعل بعض المنظمات يقمن دراسات علمية ميدانية اجتماعية حول الاسباب والمسببات الغريب وهو ان هناك فئات يروجون شائعات وافكار ومعتقدات مغلوطة عن الدين الاسلامي يقولون بانه دين تسبب في تخلف الشرق الاوسط والبلاد العربية بل والبلاد الاسلامية برمتها وانه دين ساهم في نشب الحروب والعدوات بين الشعوب وبين الاطراف المختلفة وقالوا بانه دين متخلف على مستوى العلاقات العاطفية بين الرجال والنساء الى غير ذلك من الكلام الغريب رغم كل ذلك سبحانك يا جليل فان المدى الاسلامي واعتناق هذا الدين العظيم في البلاد الاسلامية كثير جدا حتى ان هذه الدراسات قالت بان امريكا الشمالية بمفردها امريكا الشمالية ما يزيد عن مائة الف يعتنقون الاسلام كل سنة اكتر من مائة الف شخص كل سنة يعتنقون الاسلام لكن الغريب في الامر وهو ان معظم هؤلاء المعتنقين هم من النساء وليسوا من الرجال حتى ان الدراسة العلمية ذكرت بان من بين عشرة انفار هناك ثمانية نساء ثمانية من اصل عشرة بمعنى اكتر من ثلثين هم كلهم نساء والاغرب وهو ان هناك حركات تريد ان تشوها صورة المرأة في الاسلام وسمعنا عن منظمات نسائية حقوقية وغيرها دائما ينعتن بان المرأة في رحاب الدين الاسلامي هي عندها عدة عدة متاعب ومحرومة من حقوقها قالوا عن المرأة الكثير جدا ورغم كل هذا فان النساء الغربيات التي يحضين بالحرية ويحضين بالديمقراطية ويحضين بحقوق الانسان وعندهن مؤشر كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتصابقنا على اعتناق الدين الاسلامي امر اصاب الكثير من الدارسين بالحيرة كيف ذلك في الوقت الذي نحن في العالم العربي والاسلامي بما فيها المغرب نتحدث في كل موسم لمواجهة العنف ضد النساء او لزواج القاصرات او لقضايا مرتبطة بالنساء دائما نعطي صورة سودوية عن الدين ان الدين هو السبب الدين هو السبب زواج القاصرات وانه سبب تعنيف النساء وانه سبب تهميش المرأة ولا يجر أحد ان يقول بان الاستبداد السياسي كان هو السبب هذا ما قاله شكيب ارسلان الامير السابق الذي تكلم ان مجمل ما يقع في العالم العربي والاسلامي من تخلف وتقهقر ظلما ننسبه للدين والدين منه براء وانما السبب هو في التدهور في العلاقة السياسية استبداد وتهميش وحجرة وهذا ما ادى الى نفور الناس من هذا الدين اليوم نلاحظ بان عودة عظيمة مباركة مشرقة للدين الاسلامي في الغرب هؤلاء النسوة كيف تعرفنا على الدين الاسلامي وما هي الدواعي التي جعلتهن يعتنقنا هذا الدين غريب جدا هناك طبيبات هناك مهندسات هناك رائدات فضاء هناك اقتصاديات بل هناك من في المرلمانات في الدول الغربية اعتنقنا الدين الاسلامي بل ومنهن من ارتدت الحجاب ومنهن من صارت تتكلم بالايات القرآنية والاحاديث النبوية ما السبب؟ السبب ان هؤلاء النسوة استخدمنا منطق العقل ومنطق الواقع والتحليل العلمي الرصيم رجعوا الى اصول الاسلام وقارنوها مع اصول الديانات الاخرى ولاحظوا بان هناك بونا شاسعا في علاقة الديان كلها والاسلام مع المرأة لقد تبين لهم بالملموس والواضح بان الدين الذي احترم اكتر المرأة واعزها هو الاسلام يكفي ان نستمع الى اخر وصية اوصى بها رسول الاسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل ان يلتحق بالرفيق الاعلى ماذا قال؟ قال استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا اخر كلمة نطق بها النبي الكريم وهو في خطمة حجة الوداع كررها ثلاث مرات وقال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي هؤلاء النسوة الغربيات وخصوصا الامريكيات اطلعنا على صفحات مشرقة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولحظوا كيف كان النبي الكريم زوجا رائعا وابا مدهشا واخا وكل كل معاني فلحظوا علاقته مع زوجاته كانت طيبة وكانت قمة في الاحترام والتقدير وعلاقته مع اولاده وبناته كانت قمة في الحنان وقمة في العطف صفحات مشرقة عظيمة جدا قصصه المتواترة مع امنا عائشة رضي الله عنها ومع امنا ام سلمة ومع امنا خديجة لاحظوا الغريب ان هناك عدة مواقف قمة في العاطفية بل قمة في الرومانسية هذه العاطفة والرومانسية التي ضاعت حتى بين الرجال ونسائهن في مختلف الاقطار نادر ان تجد رومانسية وعاطفية بين رجل امرأة لم نعد نراها الا في المسلسلات تنتهي مباشرة بعد نهاية الحلقة ثم تطفئ الكاميرا ويبقى الواقع البئيس لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت العلاقة فعلا قائمة على المحبة وقائمة على المودة مستنبطة من كلام الله ربنا عز وجل حينما قالوا من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة الشبهات التي يروجها اعداء الدين لتنفير الناس من الاسلام لقد لقي لها هؤلاء النسوة اجوبة واضحة بينه مثلا مشكل الطلاق او مشكل التعدد او مشكل التقسيم الارت وغيرها من القضايا لقد وجدوا لها حلولا ووجدوا لها تفسيرات وتأوينات ومبررات لتبدو مقنعة للعقل مثلا نستمع دائما ويتهم الاسلام بانه يبيح تعدد الزواجات وفي الغرب هناك منع تعدد الزواجات في الدين المسيحي ممنوع والدين اليهودي ممنوع لكن الناس اختلقوا ما يسمى بزواج الخليلات الرجل له ان يتخذ اكتر من خليله ويمكن ان يغير كل شهر وكل اسبوع وكل صيف خليل جديد هو حر لكن لا يحل له ان يتزوج سوى امرأة واحدة الدين الاسلامي لما تكلم عن تعدد الزواجات مثلا الاحصائيات الرسمية تقول بان 87% من الرجال تزوجوا مرة واحدة في العالم الاسلامي على غضون عشر سنوات الاخيرة يعني عدد الذين يفكرون في التعدد ضئيل جدا الاصل ان كل مسلم يتزوج مسلمة واحدة كما وقع مع ابينا ادم وامنا حواء عليها السلام لم يكن لك تعدد فلماذا ربنا عز وجل في الاسلام اباح التعدد للظروف الاستقنائية مثلا رجل تزوج مع امرأة ووجد بانها عقيم لا تلد هل يطلقها ام يذهب عند امرأة اخرى يضاجعها الدين الاسلامي يقول له اذا لم تجد العلاج المناسب لك ان تبقي على زوجتك فلدة كبدك وتاخد تانية ربما قد يقع معها الاولاد دون ان تطلق الاولى هنا نلاحظ بان حقق مصلحتين عظيمتين الابقاء على المرأة الاولى لان اولادا بلها والامر التاني هو ان المرأة التانية تلد له عوض ان يأتي باولاد غير شرعيين من الشارع جاء بفراش طاهر ثم ان الزوجة التانية ايضا وجدت زوجا يحفظها ويصونها وبذلك نكون قد تخلصنا من مشكلة العنوسة التي يعاني منها العالم الغربي العالم الغربي عندهم مشكلة العنوسة كثير لهذا يضطر النساء للبحث عن الاصدقاء والرجال للبحث عن الخليلات مشكل مثلا المساواة بين الرجال والنساء ربنا سوى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانطين والقانطين والقانطات ربنا سوى بين الجميع لم يجعل فرق بين الذكر والانتا لكن في النفقة وفي المسؤولية جعل المسؤولية اكثر للرجل فلهذا ربنا سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم هذه القوامة هي ما قالها للمسؤولية انه من يتحمل المسؤولية من ينفق من يتعب ويصهر من اجل راحة الاسرة الزوج فهو الذي يتحمل الاعباء وهو الذي يتحمل المسؤولية حينما ياتي تقسيم التاركة ربنا يقول للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبا كل منهم له نصيبه ويزيد وينقص حسب موقعه في حين ان هناك اديا اخرى حارمت المرأة اطلاقا من الارث فيما يخص مثلا الامامة والقيادة والمسؤولية ربنا جعلها للرجال في موطنين اساسيين الامامة اولا لانا لا يبغل المرأة ان تصلي بالرجال هل يعقل ان امرأة تصلي بالرجال وهي امامهم تركع وتسجد طبعا لا يليق حفاظا على كرامتها كذلك في الحرب الحرب الرجل والقائد لا يمكن ان ندفع بالمرأة صاحبة الكبد الرهيف والعاطف الجياشة لكترى الدماء وترى الرؤوس تتطاير امدا الرجل هو الذي فيه القوة والصلابة اعطوه القيادة في الحرب وفي الصلاة وفي غير ذلك فالمرأة لها ان تأخذ ما تشاء من المسؤوليات كثير هي القضايا المرتبطة حتى بالطلاق الطلاق ربنا سبحانه وتعالى جعل الطلاق واكره شيء اليه ابغض الحلال الى الله الطلاق ولكن قد يكون ما يسمى بالطلاق الايجابي لنا في الغرب ما في طلاق جيسكا لامو يتزوج الرجل مع المرأة الى نهاية الحياة فاذا لم تصلح له يبقى على حالهم وكل منهم يتخذ خليلا او خليلة لكن في الاسلام اذا لم يقع هناك توافق واستحلت الحياة وكان شرها اكثر من خيرها هنا يحكم القاضي بالطلاق ويعطى للمرأة حقوقها الكاملة وتعفى من الواجبات الكثيرة ويعطى لها مقام اعتبار كبير انها العديد من القضايا التي كنا نسمعها من قبل تعتبر شبهات حول الاسلام كانت سببا في نقض هذا الدين والطعن فيه سبحانك يا جليل بعد زمن الكورونا رأينا النساء الغربيات رغم كل ما يسمعنا من شبهات وكلها مغالطات مع كل هذا سرنا يعتنقنا الاسلام والارقام كثيرة وهناك من يدق نقوس الخطر ان هذا المد اذا استمر على هذا المنوال فقط امريكا الشمالية اكثر من مائة الف نسمة سنويا اذا استمر الوتيرة هكذا فانه سيأتي يوم على العالم الغربي يكون كله صار مسلما خصوصا ما دامت الاسلام في صفوف النساء ممكن ان يتحول العالم الغربي من بلد مسيحي او بلد علماني الى بلد اسلامي حتى ان هناك من يتنبأ ويقول شمس الاسلام تشرق من الغرب سيأتي يومنا الايام تكون الدعوة الاسلامية تأتينا من الغرب خصوصا وان الذين يسلمون الان في صفوف الرجال هم كبار العلماء وكبار المكتشفين وفي صفوف النساء النساء المؤثرات في الرأي العام نساء حقوقيات ونساء يقومن باعمال اجتماعية جليلة ولما يسمعن وصايا النبي الكريم من احق الناس بحسن صحابتي يسمع امك ثم من امك ثم من امك ثم من ابوك فان النساء الغربية يصفقن كثيرا ويقولون نبي الاسلام محمد انصف المرأة اما وانصفها زوجة وانصفها ابنة وانصفها في كل الحالات ولهذا نحن نحمد الله ونشكره ان هذا التحول الايجابي نحو الاسلام في صفوف كبار الشخصيات وخصوصا في صفوف النساء كله مؤشر يعطي نظرة ايجابية للمستقبل المستقبل سوف يكون افضل وسوف يكون اكرم وسوف يكون للاسلام فاللهم بارك في هذا الدين وبارك في خدامه وبارك في كل من يسعى لنشره بمعاني الوسطية والاعتدال واعتمادا على قيم المحبة والسلام والتعايش فاللهم بارك في ذا وزيد في ذلك اللهم امين يا رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجريعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ورش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركواWA شكرا